موسيقى لحنروح لمحطتنا التانية ورح نحكي فيها اليوم عن اتحاد الصحفيين وأهم التطلبات وحاجات الصحفيين وخلال الفترة الماضية تمت موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة الحسم من قيمة الاعلانات التجارية من 2% إلى 4% لصالح صندوق التقاعد الصحفيين السؤال سلمة هل هذا يكفي وتنطوي كل المطالب أم هناك المزيد والمزيد من الحقوق وخاصة ضمن هذه الظروف الصعبة من كل النواحي رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بالتفصيل ونسأل كثير من الأسئلة والاستفسارات مع الأستاذ يونس خلاف أمين السر العام لاتحاد الصحفيين استعد لي صباحك يا أستاذ وأهلا وسهلا فيك صباح الخير يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا صباحك خلينا نبلش اليوم قضايا متعددة موجودة ضمن اتحاد الصحفيين تعتبر قضايا أصبحت مزمنة إذا صح التشبيه أو التوصيف كيف تم التعامل حاليا معها؟ نعم هو البداية كما تفضلتم بالمشروع السك التشريعي الذي وافق عليها مجلس الوزراء يعني تعديل المادة الأولى من القانون 44 بحيث يصبح أو تصبح نسبة اتحاد الصحفيين من أجور الإعلانات 4% بدلا من 2% وهذا يضاعف المبلغ الذي يقدم حصرا لصندوق تقاعد الصحفيين وهذا يعني خطوة متقدمة لدعم هذا الصندوق ما سيما أن المتقاعدين يعني أمضوا سنوات طويلة من الخدمة وهو من الآن بحاجة إلى المساعدة والدعم والمساندة طبعا هذه الزيادة يعني ستسهم في تحسين الأوضاع إلى حد ما وليست كما يعني هو مأمول بالنسبة للمطالب والحقوق الحقيقة هي كثيرة ومتعددة يعني الآن هناك العيون تتجه إلى طبيعة العمل الصحفي يعني اليوم طبيعة العمل الصحفي أصبح من المهن الخطيرة لا بل من أخطر المهن سواء في الحروف في الكوارث في الزلازل وحتى في العمل الميداني والاستقصائي يتعرض الصحفي لمضايقات وملاحقات وبالتالي لا بد من حماية الصحفي وتوفير يعني متطلبات الوقاية مهنة الصحافة كما قلنا يعني من المهن الخطيرة أيضا من المطالب يعني ضعف أو ضحالة الاستكتاب الذي يقدم للصحفي قياسا بالجهد الفكري الذي يقوم به لا بل هناك حتى فوارق في الاستكتاب بين المؤسسات الأعلامية المركزية وفي المحافظات نحن نعلم أن المادة الأعلامية هي مادة أعلامية ومن يكتبها سواء كان مكان العمل في دمشق أو المحافظات المعيار يجب أن يكون حول جوزة المادة وفاعليتها وأسلوبها وبالتالي يجب أن لا تكون هذه الفوارق موجودة من المطالب والصعوبات أيضا التي نأمل أن يتم التصدي لها حق الحصول على المعلومة لأنه إذا أردنا أن يكون هناك أعلام وطني شفاف ونبض الناس وأن يكون هناك جسر بين المواطن والمسؤولين يجب أن تتوفر المعلومة الصحيحة التي يبنى عليها القرار أو يمكن أن تتم متابعة القضايا التي ينقلها الصحفي إلى المسؤولين بشكل عام نحن نأمل أن نتجاوز بالدرجة الأولى هذه النمطية الموجودة وهي أن ينظر إلى الصحفي على أنه موظف إذاري للأسف قد سأل إسفاز نسأل عليه يمكن أن يكون هناك مبررات ومسوّغات لكثير من الصحفيين ولكثير من الإعلامين يتحولون إلى موظف بساعات معينة يمكن أن نرى حتى بعض الصحفيين والإعلامين يعملون أكثر من عمل حتى يمكن أن يستطيعوا يواكب هذه الحياة الصعبة والظروف الاقتصادية اليوم كيف نحن ممكن أن نجعل الصحفي أو الإعلامي بحالة جيدة لحتى يقدر يأبضع ويأنتج مثل الإنتاجات التي نرى سابقا واليوم للأسف ضائلت بنسبة كبيرة نعم صحيح يعني هو الجواب على هذا السؤال يجب أن يسبقه جواب آخر وهو كيف يتم النظر إلى الإعلام والصحفي من حيث الدور والمهمة والتأثير يعني هل نحن ننظر إلى الصحفي على أنه شريك مع الحكومة في اتخاذ القرار في أن يكون جسر بين المواطن والمسؤول كيف ننظر إلى الدور الإعلامي وهل نثق بهذا الدور وهل نعول على الصحفي في أن يكون شريك في كل شيء نعم فهنا يجب أن ننظر إلى الأمور التي تحيط أو الظروف التي تحيط بعمل الصحفي يجب أن تتوفر البيئة التشريعية والقانونية المناسبة كي يقوم الصحفي بدوره بشكل فاعل ومؤثر يجب أن يحصل على المعلومة الدقيقة والحصول على المعلومة الدقيقة مصلحة مشتركة للصحفي ولمؤسسات الدولة كي نقطع الطريق على الشائعات وعلى المعلومات التضيئية مغنوطة على كل حال أنا الحقيقة أريد أن أشير هنا إلى أن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل خاصة مع خطوات بدأنا نلمسها من الحكومة الجديدة ومن السيد وزير الإعلام ولعل موضوع الموافقة على مشروع الصك التشريعي مؤشر واضح لأن هذا الموضوع سنوات طويلة يعاني من موضوع التريث فاليوم تجاوزنا مرحلة التريث وأصبح هذا الموضوع مشروع لسك تشريعي فإذن هذه رسالة أن هناك ما هو ممكن أن يقدم للصحفي عندما تتوفر المتابعة المؤشر الآخر للتفاؤل اليوم نحن نراقب ما يحدث من لقاءات واجتماعات وتواصل مستمر مع الصحفي من قبل السيد وزير الإعلام فهذا واضح على أن هناك رغبة بمشاركة الجميع في النقاش والحوار حتى تكون هناك محددات واضحة للسياسة الإعلامية المنشودة ويشارك في تحديد ملامح هذه السياسة الجميع هذه مؤشرات التفاؤل الحقيقة تتطلب منها أن تتضافر يعني كل الجهود حتى نتجاوز كثير من المنقصات والصعوبات التي يعاني منها الصحفي نعم كمان علم أستاذ يونس يعني الاتحادات أو النقابات هي لها قوامها كمؤسسات مستقلة عن عمل الوزارة بالعكس تعتبر الاتحادات والنقابات هي الملجأ لإن كان الصحفي أو أي مهنة تمثلها هذا الاتحاد للوقوف في وجه أي عائق ممكن أن يتعرض له في عمله إن كان يعمل في الدولة أو في غير ذلك فاليوم كيف تعملون على تطوير النظام الداخل الاتحاد الصحفيين يصبح أكثر قوة وأكثر يأخذ مكانته الحقيقية اليوم لا نجد هذه المكانة كمكانة سابقا مع بداية اتحاد الصحفيين اليوم تراجع دور الحماية للصحفي على الرغم من محاولات الاتحاد أن يكونوا إلى جانب الصحفي اليوم قانون الأعلام نسمع عنه منذ سنتين حتى الآن لم يبصر النور ما سبب تأخيره أنتم كنتوا من اللجنة المشاركة في وضع قانون الأعلام أسئلة كثيرة عن عمل الصحفيين الغير صحفيين إذا صح التعبير موجودين منصات وما إلى ذلك التي تؤثر على العمل الصحفي الحقيقي بالمؤسسات الأعلامية كما تعلمين ويعلم الجميع قانون الأعلام الآن في مجلس الشعب هناك لجنة تدرس هذا الموضوع هناك تعديلات مقترحات بتعديل على هذا القانون الجانب الآخر الذي يتعلق باتحاد الصحفيين هناك لجنة تم تشكيلها لتعديل قانون اتحاد الصحفيين وبالتالي نحن نصير بالتوازي مع قانون الأعلام وقانون اتحاد الصحفيين أيضا عندما ينجز هذا العمل بحيث تتوفر البيئة التشريعية والقانونية التي تحمي الصحفي حتى قانون العمل بحاجة لتعديل نعم نحن نعتبر مثل موظفين وهذا غلط نعم طبيعة العمل التي نحن كصحفي حرمنا منها بسبب قانون العاملين الأساسي عام 2004 فعندما صدر هذا القانون ألغى نسبة طبيعة العمل الموجودة وتراجعت هذه النسبة الآن المأمول أيضا من وزارة الإعلام أن يكون هناك مشروع قانون للعاملين في الإعلام يعني وفق ظروفهم وفق خصوصية عملهم يعني بالاتحاد نحن أيضا يعني إضافة إلى لجنة تحديد قانون اتحاد الصحفيين يعني من خلال النشاطات والفعاليات ومشاركتنا في المنظمات الدولية والأسيما الاتحاد الصحفيين العرب واتحاد الدولي للصحفيين وتقرير الحريات الذي نصدره كل عام أيضا والندوات التي نقيمها نحاول أن تكون هناك يعني البيئة التشريعية والقانونية المناسبة التي يجب أن تتوفر للصحفي كي يمارس عمله لكن أعود وأقول أننا مع مرحلة جديدة هناك مؤشرات كثيرة للتفاؤل ولا سيما عندما تكون هناك شراكة حقيقية في العمل بين وزارة الآلام واتحاد الصحفيين نعم واليوم دعنا نعود قليلا إلى الكتب التي رفعت إلى المسؤولين بالحقوق والحقوق التي يستحقها كل صحفي وكل إنسان يعمل لبيان الصورة الحقيقية وتوضيح هذه الصورة لكل العالم كثير من الكتب لم تأخذ جدوى ولم تسمع أصلا اليوم متى نرى خطوات حقيقية على أرض الواقع؟ نعم والحقيقة نحن أنا مع المقولة أو القناعة التي تقول أن الأخطاء التي مضت يعني ليس المهم أن نكررها أو نتحدث عنها وإنما المهم أن نتجاوزها يعني ما مضى مضى ولكن الكل يعلم أنه لم تكن هناك متابعة لم تكن هناك جدية لم يكن هناك اهتمام بالصحفيين الحقيقة اليوم مؤشرات الاهتمام واضحة بدليل هذا السك التشريعي يعني خلال أيام يعني أنجز وأصبح وأعلن عنه نحن معاناتنا في اتحاد الصحفيين والصحفي السوري أننا عندما نطرح بعض القضايا فقط نريد أن يقول هذا ممكن وهذا غير ممكن أن يتم حسم الموضوع لكن حتى الممكن لم يطبق نعم أن لا يتم ترحيله أو أن لا يكون الجواب بالتريث يعني نحن أيضا نفهم وندرك الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والحصار وإلى آخر ولكن القرار الصحيح هو أن يتم حسم الموضوع ممكن أو غير ممكن وعدم حسم الموضوع وعدم وجود جواب واضح وبكل شفافية هو دليل عدم اهتمام ودليل عدم جدية الحقيقة ما مضى مضى اليوم نحن أمام مؤشرات على أن هناك جدية في متابعة الأمور وحسم الكثير من القضايا وإن شاء الله ستكون المخرجات لصالح الصحفيين إن شاء الله إن شاء الله أستاذ يونس كمان دعنا نحكي عن صفات اليوم التي يجب أن يحملها الشخص الذي سيأخذ الكرنة أو بطاقة اتحاد الصحفيين كنا بنعرف اليوم في كثير معايير وضعت منها معايير قديمة منها معايير تم تجديدة تماشيا مع تطور المهنة والعمل بالمهنة ولكن البعض يسأل هل أي شخص ينشر أو يصور أو له صفحة أو يعمل في جهة على أنه هو في مكتب أعلامي يأخذ صفة أعلامي ويأخذ بطاقة من اتحاد الصحفيين لا الأول موضوع ليس موضوع الحصول على بطاقة الصحفية الموضوع هو موضوع انتساب إلى الاتحاد الصحفيين وهناك شروط وفقا للنظام الداخلي وقانون الاتحاد يجب أن تنطبق على من يريد الانتساب لاتحاد الصحفيين وفقا لتوصيف الصحفي والآن حتى هذا التوصيف في قانون الإعلام وقانون الاتحاد قابل للتعديل بعد ثورة التكنولوجيا وما حصل في ممارسة أو اختراق الجسد الإعلامي من قبل كثير من الأشخاص الانتساب هناك شروط يجب أن تنطبق على من يتقدم أن يعمل في مؤسسة علامية سواء كانت مؤسسة حكومية أو قطع خاص أو موقع إلكتروني مرخص حصرا من وزارة الإعلام يعني أن يمارس العمل الصحفي ومن خريجي الإعلام طبعا أي خريج إعلام يمكن أن يقبل بصفة مشاركة بيشتغلوا بوزارات غير وزارة الإعلام حتى المكاتب الصحفية بيحقل لهم ياخدوا صفة صحفي يعني اليوم مثلا بيشتغل سين مثلا بيشتغل بوزارة الكهرباء بالمكتب الصحفي هل هو يصبح صحفي إذا نشر خبر عن الوزارة على صفحة الوزارة هل يستحق أن يكون صحفي هو يعمل في المكتب الصحفي بغض الموزار هل هو ينتج مواد إعلامية يعرف قواعد إنتاج المادة الإعلامية حتى يحصل على صفة صحفي عندما الصحفي هو من يمارس العمل الصحفي سواء مكتوب أو مسموع أو مقرؤ مكاتب الصحفية تصنيفه في الوزارات كعمل صحفي عندما يبرز للاتحاد أنه يعمل مديرا للمكتب الصحفي في مؤسسة أو وزارة عامة فهذا إثبات على أنه يمارس العمل الصحفي يقوم حتى بإدارة العمل الصحفي إذا لم يكن ينشر إضافة إلى الشروط الأخرى يعني ليست فقط موضوع الوجوده بالمكتب الصحفي هناك شهادة الإعلام تختلف عن الشهادات الأخرى يعني خريج الإعلام يقبل مشارك بموجب شهادته فلذلك هناك شروط سواء كان مشارك أو متمرن أو نقل قيده إلى عضو عامل وفق شروط محددة في النظام الداخلي وقانون اتحاد الصحفي لكن أنا معك أن هناك اختراقات هناك ملاحظات الآن وفق التعديل الجديد لقانون الإعلام ووفق قانون اتحاد الصحفيين أيضا الذي سيتم تعديله ستكون هناك شروط وتعديلات كثيرة تحاول أن تضبط العمل الصحفي ونتجاوز الكثير من المنغصات والإشكاليات التي تحصل أسئلة كثيرة كمان سواء من زملاء أو غير زملاء وردتنا عن طبيعة العمل وما هي ممكن التغييرات التي ممكن أن تضاف إليها نعم طبيعة العمل الصحفي نعم كما قلت لك من بعد صدوق قانون العامل الأساسي 2004 كان الخسارة الكبيرة للصحفيين هي طبيعة العمل اليوم المؤمول هو أن تتم دراسة هذا الموضوع بحيث يتم إنصاف الصحفيين على أنهم يعملون عمل فكري هناك عمل إبداعي الصحفي كما تفضلت الزميلة يعني أحيانا يضطر يعمل في مهام وأعمال أخرى كي يستمر بالحياة كي يحسن وضعه لأن هذا الشيء يقتل الإبداع يعني خينا نقول يجب أن يكون متفرغ لعملية الإبداع وعملية الكتابة الصحفي لا يستطيع أن يعمل في أي عمل آخر يعني أي موظف عدم مواخرة يستطيع في نهاية الدوام أن يعمل أي عمل آخر ولكن الصحفي لا يستطيع لذلك يجب أن ينظر على عمل الصحفي على أنه عمل إبداعي عمل يقوم بممارسة الرقابة ويكون نبض الناس ويكون الجسر بين المواطن والمسؤول فهذا يتطلب منه أن يعمل لحظة بلحظة الصحفي ليس مقيد بدوام يعني مثل الموظف بساعات محددة الصحفي يعمل 24 ساعة ومهيئ وعلى استعداد تام في أي لحظة يعني بمهمة معلومات مهمة حبين نشاركها مع حضرتك اليوم استاذ يونس ونتمنى أكيد لاتحاد الصحفيين وهو صوت كل الصحفيين بسوريا أنه المزيد من قدرته على أنه يكون فعلا قادر يحقق مطالبنا شكرا إليك شكرا إليك شكرا إلكم على جهودكم والإضاءة على واقع الصحفيين أكيد كل الشكر لأيكم كما بدأنا نهارنا بالبدايات إن شاء الله يا رب تكون البداية اليوم هي تغيير جذري وحقيقي لكل هذا الواقع شكرا لأيكم شكرا جزيلا